قدم المسرح الوطني الإسرائيلي بمسرح محمد الخامس بالرباط عرضه المسرحي الموسيقي بستان السفر ديم لمؤلفها الرئيس الإسرائيلي الراحل إسحاق نفو بحضور مستشار صاحب الجلالة السيد أوندري أزولعي وعدد من السفراء المعتمدين بالرباط وأعضاء من فرقة المسرح الوطني الإسرائيلي والطائفة اليهودية بالمغرب كانت الفكرة في البداية نقل المسرح الإسرائيلي بما إلى المسرح الوطني المغربي بالرباط أقابلنا عدد من الشخصية البارزة أتمنى أن ينعقد هذا الحدث هنا كل سنة وهذه أول مرة يحضر فيها المسرح الإسرائيلي في قلب دولة عربية منذ تأسيسه وتشكل هذه التظاهرة الفنية واحدة من المبادرات التي يتكرس من خلالها دور الثقافة في التقريب بين مختلف الطوائف الدينية باعتبار المملكة المغربية تمثل ومنذ قرون فضاء لهذا التقارب كما تعد هذه المسرحية واحدا من أشهر الأعمال المسرحية بإسرائيل وتحكي المعيش اليومي في حي يهودي سفردي بالقدس في أوائل القرن العشرين من خلال حياة عائلة كاستل مجسدتان الروابط الأسرية والاجتماعية في هذا الحي عبر التراث الشعبي النابع من الجذور المغربية والسفاردية لمؤلف المسرحية إسحاق نافون أنا سعيد جدا بتواجدي هنا لنشر السلام بين الشعوب وذلك عبر تقاسم نفس الثقافة ونفس الروح كما نتشارك أيضا عددا من الأهداف التي نسحيل الوصول إليها سويا ويستحضر العرض المسرحي عددا من أغاني الحب والألم والفرح والروايات الرومانسية التي سمدت أمام تقلبات الزمن وما يزال التغني بها إلى اليوم